تشهد الساحة العراقية حراكاً سياسياً كبيراً من قبل جميع أطراف العملية السياسية لمحث التحالفات البرلمانية التي ستتشكل على أساسها الحكومة المقبلة وتبذل قيادة وأحزاب سياسية ممثلة عن المحافظات السنية جهوداً مكثفة من أجل تشكيل كتلة برلمانية موحدة قادرة على التفاوض مع القوى الفائزة الأخرى في الانتخابات تمهيداً لانبتاق الحكومة العراقية الجديدة وبحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان السابق سليم لجبوري إن زعماء وقادة عدد من الكتل السياسية عقدوا اجتماعاً في منزل لجبوري وتدارسوا فيه الأوضاع السياسية الراهنة السبول الخروج إلى فضاء يدعم التفاهمات ويعزز الحوار من أجل تقريب وجهات النظر وبالورة رؤى مشتركة حول المرحلة المقبلة ضمن الإطار الوطني وأضاف البيان إنه جرى خلال الاجتماع بحث نتائج الانتخابات البرلمانية وما رفقها من أحداث ومشاكل وإجراءات للعد والفرز مشدداً على أهمية هذا الاجتماع في إعادة الثقة بالعملية الانتخابية وتشكيل حكومة وطنية لا شكوك حولها في السياق كشف تحالف القوى العراقية بأن الوقت لا زال مبكراً لإعلان تحالف جامعاً للقوى السنية الفائزة في الانتخابات التشريعية مشيراً إنه لم يكن هناك أي اتفاق أو انتخاب أو تحديد لمواقع قيادية أو مناصب سيادية رافضين أي محاولات للضغط والمساومة لمنح وزارات لأشخاص من خارج القوى السياسية الفائزة في الانتخابات داعياً وسائل الإعلام الوطني إلى عدم تداول الأخبار والمعلومات الكذبة التي تحاول بعض الجهات الترويجة لها بقصد التشويش والضغط والابتزاز ويبدو أن تشكيل كتلة سنية كبيرة من الممكن أن يكون لهم عكاسات ذات آثار عميقة على مجمل التحالفات التي تسعى القوى العراقية لتشكيلها حيث بدت أورو ظواهرها بأن أصبح كل من تحالف الفتح ودولة القانون أميلا إلى الكرد بينما أضحى سائرون والنصر أقرب إلى التحالف مع الكتل السنية وبذلك فإن تشكيل جسم سني موحد سيؤدي غالباً إلى شق صف القوى الشيعية من جهة ومنافسة القوى الكردية في من يكون بيضة القبان التي تسعى الكتل الفائزة لكسبها في صفها لضمان تكوين الكتلة الأكبر التي ستنال حق تشكيل الحكومة المقبلة تشكيل الحكومة قوية هذا التحالف لا يتعارف مع اشتركوا في القناة